ايه؟ 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 كويس اوه ده جيه قبل كده سؤال في الامتحان قارن بيانياً بين التفاعل التام والتفاعل الايه؟ الانيكاس كل اللي مطلوب مني ان انا ارسم الرسمة واكتب هنا دي متفاعلات بتركيزها بيقل وده نواتيك تركيزها بيزيد وهنا عندي حالة ايه؟ حالة اتزام برضو اوضح في الرسم ان مع بداية التفاعل تركيز المواد المتفاعلة 100% 100% وتركيز النواتيك 0% بعد بداية التفاعل بيبدأ يقل تركيز المتفاعلات او يزيد النواتيك وصلت لحالة ايه؟ حالة اتزام ربنا يزيد اتزام عايزين نوصل بقى عليك عشان من تهش من بعض نوصل ليه كتابة قيمة كيسي للتفاعل ده اللي احنا كتبنا التفاعل بسببه تمام احنا عندنا كيسي هيساوي تركيز النواتيك على تركيز الايه؟ المتفاعلات كل مرفوع لقص يساوي عدد الجزيئات كويس كويس احنا عندنا المية هنا في حالة سائلة كتب لتحتها هنا ايه؟ الحالة الفيزيئية ليكويد يبقى ده مش هيكتب كويس انا اللي هيكتب عندي مين؟ تركيز استر استاتل ايسايل سي اتش سي ري سي او او سي تو اتش فايف كويس على تركيز حمض الاسيتيك سي اتش سي ري سي او او اتش مرفوع لقص واحد في تركيز الكحول الايسيلي سي تو اتش فايف او اتش يبدا ثابت الايه؟ ثابت هنا ما كتبناش المية احنا هنا ما كتبناش المية اه ليه بقى؟ لان تركيزه ثابت لا يختلف اه مهما زادت الكمية او قلت الكمية يعني مهما اختلفت كميتها فيه حاجة عايز اقولها صغيرة او السادرة مضاء انا لو اريت معدل التفاعل الكيميائي هرتاح في الجزئي دي هو تعريف معدل التفاعل الكيميائي مقدار التغير في تركيز المتفاعلات في واحدة الزمن تمام؟ التركيز مبتغيرش بمكتبوش انتوا اخي بار بحيط دي؟ اه لا اكده نحش كده كده ده اثر التركيز وشوفنا الاسبات قبل كده لقانون فعل الكتلة قانون فعل الكتلة اللي عملوا اتنين علماء جولد بيرج وفاج اللي هو بيثبت قيمة الكيسي طيب لو شوفنا مسألة مسألة مثلا على حساب الكيسي اكتب الكيسي واحسب قيمة الكيسي ووضح التحليق المناسب لقيمة الكيسي بيانشط التفاعل في اتجاه طرد ولا اتجاه ايه عجز مسألة اللي موجودة معنا في كتابنا اتش تو زائد الاي تو بيكون معنا في التفاعل الانعكاسي اتنين اتش اي يقول لي احسب قيمة ثابت الاتزام لهذا التفاعل اذا علمت ان تركيز الهايدروجين بيساوي مول لكل لتر وتركيز اليوت بيساوي متين واحد وعشرين من الالف مول لكل لتر وتركيز يو دي الهايدروجين تقريبا بواحد علامة ثلاثة خمسة ستة او ستة خمسة ثلاثة مش هتفرق المهم ان احنا الارقام موجودة معانا هنقدر نحسبها حساب كيسي يبقى المطلوب مني هنا في المسألة عاوز احسب قيمة الكيسي دي اول مطلوب ثاني مطلوب عاوز اعرف التعليق المناسب لقيمة الكيسي هينشطت التفاعل في الاتجاه الطردي ولا الاتجاه الايه العكسي وخلي بالا كنتمتحيل المسألة لازم باكتب قانون ولازم باكتب تمييز تبا على الكيسي دي نزمة ما بين تركيز واشيه التركيز مول لكل اللات والتركيز التاني في البسط والمقام عندي مول لكل اللات يبقى الكيسي ملهاش ايه تمييز ما على fil طيب أنا عشان أكتب الأول أكتب أن KC بيساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات عندي تركيز يوديد الهيدروجين HI مرفوع لأس كام لأس 2 وهنا عندي تركيز الهيدروجين H2 بعض الطلبة بتغلط لما لاهي H2 يروح رافع لأس 2 اللي بيترفع لأس 2 عدد المولات اللي هي وزن المعال اللي هي الوزن الأساسي الوزن الأساسي معنا في تركيز الـ A اليود أنا كده كتبت إيه سابق الانتزام القانون ده لازم ده القانون ماشي كده أنا عايز أحسب قيمة الكيسي بأنا عندي قيمة الكيسي هيساوي يوديد الهيدروجين 1.356 من ألف كل تربيع لأنه مرفوع لأس 2 على 221 من ألف في 221 من ألف هيساوي كام تقريبا 50 تقريبا 50 طبعا ما فيش تمييز هنا الكيسي ما فيش تمييز طبعا أنا عندي الكيسي طلقت بـ 50 أو قريبة جدا من الخمسين المهم إن هي أكبر أكبر من الواحد صحيح يبقى بيانشط التفاعل في الاتجاه الطرد لو جات لمسألة في الامتحام أول حاجة أنا بكتب المعادلة قدامي ببتدي أحسب قيمة الكيسي إزاي بكتب الكيسي حاصل ضرب تركيز النواتج كل المرفوع لأسي ساوي عدد مولاتها على تركيز المواد المتفاعلة بعد ما بحسبها وبأكتب الكيسي وأحسب القيمة بتاعتها لقيتها أكبر من واحد بحدد اتجاه الإيه التفاعل تمام الله يفتح عليك أستاذنا في معلومة صغيرة كده أستاذنا قيمة الكيسي برضه بتدل على قوة الحمض كلما قيمة الكيسي ما يزيد كلما دا دليل على إن درجة التأيين أعلى فيبقى دا الحمض دا قوي لو قيمة الكيسي أليل للحمض دا دليل على إن التفاعل ماشي في الاتجاه الطرد والعكس بدا حمض غير تام التأيين وحمض ضعيف يعني قيمة الكيسي بيدل على قوة الحمض قيمة الكي سي كبيرة يبقى التأيون اكتر من الاي من الاتحاد زي معظم الاحماض المعدنية تامة الاي التأيون ومعظم الاحماض العضوية احماض غير تامة التأيون احماض اي ضعيفة معظمها فلو جاي بقى اداني مثلا قيم كي سي لمجموعة من الاحماض وقال للترتيب الصحي بتاعها ايه يبقى انا عندي الحمض القوي اللي قيمة الكي سي بتاعته اعلى والحمض الضعيف اللي قيمة الكي سي بتاعته ايه اقل وفيه مسألة يعني زي احتيار الترتيب على كتاب النماذي بتاعت الوزارة جميل احنا كده بنتكلم مع بعض على العوامل اللي بتأثر على معدل التفاعل رقم واحد المفروض طبيعة المواد المتفاعل اللي هو المساحة ونوع الرابط نوع الرابطة لو رابطة ايونية يبقى التفاعل سريع جدا جدا لحظي انه بيتم ما بين ايونات لو الربطة تساهمية يبقى التفاعل بطيء لانه بياخد فترة على مكسر الروابط بين الجزيئات عشان تتحول الى ايه تفاعل سريع يبقى فيه فرق ما بين رابطة ايونية وربطة تساهمية من نوع الرابطة في طبيعة المواد لئيه المتفاعلة واصر المساحة برضو استاذنا كل ما بيزيد مساحة السطح المعرض للتفاعل كل ما بيزيد سرعة ايه التفاعل اللي موجوده عندي يبقى العامل الاول طبيعة المواد المتفاعلة العامل التاني زي ما وضحوا استاذنا اثر التركيز العامل التالي بقى تعلم تعرف عليه أثر درجة الحرارة درجة الحرارة أكيد بتأثر على معدل التفاعل الكيميائي شوفوا أستاذنا وضحنا إزاي إحنا عندنا درجة الحرارة لو التفاعل بتاعي تام لو التفاعل بتاعي إيه؟ تام يعني غير النعكاسي غير النعكاسي زيادة درجة الحرارة بيزيد من عدد الجزيئات المنشطة ذات السرعات العالية جميل اللي عندها قدرة على كسر الروابط عند التصادي أنا ممكن جزيئه هو بتحرك يصطدم مع جزيئ آخر بس ما فيش تفاعل ليه؟ لأن السرعة بتاعته قليلا الجزيئات بتعمل إيه؟ لما أنا برفع درجة الحرارة بتاخد الطاقة الحرارية وبتحولها إلى طاقة حركية بحيث أن لما بتيجي تصطدم مع بعض الرابطة بإيه؟ بتنكسل يبقى لو التفاعل تام زيادة أو رفع درجة الحرارة بيزيد من عدد الجزيئات المنشطة ذات السرعات العالية التي لها القدرة على كسر الروابط عند التصادي ده بزود طاقة الحركة الطاقة الحرارية اللي بيحول الجزيء العاد الكسلان ده إلى جزيء منشط بنسمي طاقة التنشيط إيه هو طاقة التنشيط؟ الحد الأدنى من الطاقة التي يجب أن يمتلكها الجزيء لكي يتفاعل عند التصادي حتة الحد الأدنى دي عايزينا للكت عليها كويص الحد الادنى من الطاقة التي يجب ان يمتلكوها الجزء لكي يتفاعل عند الايه التصادم انا هدي مثال بسيط كده من الايه من الحياة اللي احنا عايشنا في بعض الاماكن مثلا يقولك احنا عندنا منمومتشارج ماشي كده قالك مثلا منمومتشارج خلينا في الايه في 30 جنيه مثلا طب انا معايا مش معايش 30 جنيه معاي 29 يبقى مش اخش المكان اصلا يبقى لازم يكون معايا الحد الادنى عشان اشترك في الايه في التفاعل عشان تبدأ التفاعل الكيميا ده تعرف طاقة التنشيط برضو في نقطة هنا مهمة جدا يا جماعا اللي هي ايه ان هي طاقة التنشيط عندي الحد الادنى من الطاقة اللي بيزود سرعة التفاعل انا عندي لما نيجي نتكلم على اصل العامل الحفاظ العامل الحفاظ المفروض بيرفع طاقة التنشيط ولا بيقل طاقة التنشيط عشان ازود سرعة التفاعل حتة دي مفهومها صعب شوية على بعض الطلبة والعامل الحفاظ هنا بيدخل في التفاعل عشان يقل طاقة التنشيط عشان اوصل لقيمة الحد الأدنى وصلت قيمة الحد الأدنى من طبق التنشيط اللي بيحصل هنا بيزود سرعة الايه التفاعل يبقى انا احط هنا عامل حفاظ لما نتكلم عنه الوقت طبعا كل الحياة بتاعتنا الوقت محتاجة عوامل حفاظة عامل حفاظ بيخش بيزود سرعة التفاعل اللي وحبنا نتكلم عنه الوقت الحفاظ هو مادة قليلة انا عاوز مادة قليلة عشان انشط سرعة التفاعل عوامل حفاظ في جسمنا في عوامل حفاظ اللي هي الأنزمات الأنزمات بتاعتنا اللي هي جزيئات من البروتين اللي موجودة اللي بتقوم ببعض العاملات الحيوية بعض المصانع بتحط عوامل حفاظة تفاعل زي تحضير النيتروجين والهيدروجين بيكون النشادر المفروض بيتم التفاعل هنا عند درجة كام 3000 درجة مقوي لكن لما جيه هابر أو هابر هنا حضر النشادر خلى الحرارة عند كام 500 لأنه حط عوامل حفاظة حديد وملبيدانيام عشان يزود سرعة الـ التفاعل فالعمل الحفاظ عشان يزود سرعة التفاعل لازم يقلل من قيمة طاقة التنشيط عشان نوصل للحد الـ الأدنى نحن نتكلم دلوقتي على العامل المهم اللي هو أثر درجة الحرارة درجة الحرارة أهم نقطة التعليف فيه اللي هي اسمها طاقة الـ التنشيط الحد الأدنى من الطاقة التي يجب أن يمتلكها الجزء لكي يتفاعل عند الإيه التصال الجزء المنشط ده اللي هو بيمتلك طاقة التنشيط ده لما يكون التفاعل بتاعي تفاعل تام طب لو التفاعل إنعكاسي لازم الأول تعرف نوع التفاعل بتاعك هل هو تفاعل طارد للحرارة ولا تفاعل ماصر للحرارة طب أنا هعرف إزاي التفاعل طارد للحرارة لما يديني قيمة دلتا اتش في المسألة بتاعتي قيمة سالبة يبقى تفاعل طارد للحرارة لليلتقيتش اللي هو التغير في المحتوى الحراري التغير في المحتوى الحراري تماما لما يديني قيمة سالبة يبقى التفاعل ده طارد للايه للحرارة طالما طارد للحرارة يبقى الحرارة أحد النواتج الحرارة أحد ليه النواتج زي مثلا المعادلة بتاع ثاني أكسيد النيتروجين ده عبارة عن إيه؟ أبخرة بنية حمراء في حالة اتزان مع رابع أكسيد النيتروجين N2O4 ده اسمه إيه؟ رابع أكسيد النيتروجين عديم اللون اللي هو إيه؟ عديم اللون زائد هيت حرارة يبقى أنا عندي طالما قيمة دل تا اتش سالبة والتفاعل طارد للحرارة يبقى أنا عندي الحرارة أحد نواتج التفاعل تعالى نبص نقول للطالب احنا نمسك القلم كده بالشكل ده أنا هرفع درجة الحرارة يبقى التفاعل كل هيمشي ناحية التالية يبقى أنا عندي رابع أكسيد النيتروجين هيتحول إلى ثاني أكسيد النيتروجين والتفاعل هينشط في الاتجاه العكسي طب أنا لو خفضت درجة الحرارة التفاعل كل هيمشي ناحية رابع أكسيد النيتروجين طب وانا شعرفني أنا بتابع اللون أنا بتابع اللون التجربة المهمة التجربة في غاية الأهمية هنرسمها وحددك تتفضل ايه؟ توضحنا أول حاجة طبعا الإناء أو الدورة اللي بيحتوي على خليط من ايه؟ ثاني أكسيد النيتروجين مصبوط ورابع أكسيد النيتروجين حلوة قوي لحالة اتزام ثاني أكسيد النيتروجين لون وبني محمر لكن رابع أكسيد النيتروجين ده شفاف عديم اللون أنا هحط الدورة ده كله في إناء والإناء ده بيحتوي على مياه سخنة ماء دافئ درجة حرارة عالية يا ترى إيه اللي هيحصل بقى أستاذنا؟ يبقى أنا كده برفع درجة الحرارة كويس العكس ده ده اللي فيه مين؟ ثاني أكسيد النيتروجين يعني معنى كده إيه؟ إن عديم اللون ده هيتحول إلى بني محمر فالدورة كله هيبقى بني محمر غامر آه بيزيد اللون البني المحمر؟ هيبقى ده هيبقى كله عبارة عن مين؟ ثاني أكسيد النيتروجين ده لما يكون الماء بتاعه إيه؟ ساخت طيب هبتدى أرجعه في درجة حرارة الغرفة عادي آه نرجعه نسيبه لحده لما إيه؟ يهدى زي ما بقوله كده وهحطه فيه دورة فيه تلجي إيه؟ آه تلجي مجروش تلجي مقصر يعني آه يعني درجة حرارة من قبل ده آه درجة حرارة يعني أعمل عملية إيه؟ عملية امتصاص يعني تبريد آه عملية تبريد برضو هارجع للحتة دي تاني آه دي عندي الميزان بتاعه كويس أنا بعمل إيه؟ بخفض درجة الحرارة فالتفاعل كله هيتحرك في الاتجاه الإيه؟ الاتجاه الطردي كويس طب أنا عرفت منين إنه تحرك الاتجاه الطردي هلاقي البني محمر ده بدأت الدرجة بتاعته تخف شوية شوية لحد لما يبقى كله عديم اللون جميل يبقى التفاعل بينشط في الاتجاه الإيه؟ في الاتجاه الطردي هيبقى ده كده إيه؟ هيبقى رابع أكسيد النيتروجين يبقى دلوقتي مع درجة الحرارة المنخفضة يعني مع التبريد حصل اختفاء لون ثاني أكسيد النيتروجين ممكن يسألني ما أثر زيادة الحرارة هنا أثر زيادة الحرارة في التفاعل الطارد للحرارة أعرفوا إزاي طارد الحرارة؟ بعد السهم دايما بص هتلاقي دلتا إتش إشارتها سالب يعني التغير في المحتوى الحراري بيساوي مقدار إيه؟ سالب يعني التفاعل ده طارد للحرارة زيادة هت ممكن على السهم نفسه يكتب لي حرارة على السهم نفسه السهم ده بيتكتب عليه شروط التفاعل إذا كانت موجودة السهم نفسه بيتكتب عليه درجة حرارة عالية حرارة يبقى التفاعل ده إيه؟ هنا طارد ولا ماص للحرارة؟ هنا بنقول تاني لو دلتا إتش الإشارة عندي إشارة إيه؟ سالبة يبقى التفاعل طارد بعد السهم هنا في دلتا إتش أو قلي زيادة حرارة أو زيادة هت يبقى طارد للحرارة طب طارد للحرارة أو مص للحرارة أي أصل مص برضو عشان يبقى إيه إحنا أخذنا الاتنين مع بعض يبقى ده لما يكون التفاعل بتاعي طارد الحرارة قيمة دلتا إتش سالبة بكتب كلمة هيت مع الإيه مع النواتج والعملية بسيطة جدا أمسك الألم كده أرفع درجة الحرارة التفاعل يمشي فيتجاه ده أخفض درجة الحرارة التفاعل يمشي فيتجاه ده ماشي كده طب لو التفاعل بتاعي مص لو التفاعل بتاعي مص للحرارة تفاعل المص للحرارة بيبقى قيمة دلتا إتش موجبة والهيت بيكتب مع المتفاعلات يعني مثلا زي الإيه النيتروجي أو أكسيدين نيتري هيتفاعل مع مين مع الأكسوجين فيه وجود حرار هيت تفاعل مص للإيه للحرارة هيدينينا اتنين إيه 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 أوتر تفاعل مص يبقى أنا كتبت كلمة هيد مع المتفاعلات وأمسك الألم بجبا عشان ما تلغبتش يا طالب ماشي كده إنت عايز ترفع درجة الحرارة يبقى التفاعل ميشي في الاتجاه الآيه للطارد عايز أخفض درجة الحرارة يبقى التفاعل يمشي في الاتجاه الآيه العكس طب استنتج من ده إيه إن أنا لو عرفت التفاعل الطارد يبقى التفاعل المص عكسه التفاعل المص إيه عكسه ده أثر الحرارة الموجودة على معدل التفاعل وعلى سرعة التفاعل الحرارة طبعاً بتأثر في الاتجاه الطردي أو الاتجاه العكسي يبقى شفنا أثر طبيعة المواد المتفاعلة أثر التركيز أثر أيه كمان؟ الحرارة خشي كمان على أثر الضغط عشان فيه قاعدة مهمة جداً عملها عالم اسمه لوشات ليه لازم نتكلم عليه النهاردة لأن الباب ده على درجات مهمة جداً في الامتحان وخصوصاً قاعدة لوشات ليه قاعدة لوشات ليه؟ بتاعة أثر الضغط وأثر الحرارة وأثر التركيز أنا بقول إن فيه عوامل بتأثر على معدل التفاعل أنا عمزة أقول لهم الستتين أقول لهم معي يلا أول حاجة أثر إيه؟ طبيعة المواد المتفاعلة وأثر التركيز كمان العامل الحفاظ كمان الضغط كمان إيه؟ أثر إيه؟ التركيز والضغط ودرجة الحرارة والضوء ده مهم جداً سأسايبوا للآخر ليه؟ ده الضوء ده من أهم العوامل بتأثر على بعض أنواع التفاعلات وأهم التفاعل عندي اللي هو البناء الضوئي أثر الضوء على تفاعل البناء الضوئي على أفلام التصوير زي ما نشوفهم ونوضحها دلوقتي تعالوا نكلم مع بعض على أثر الضغط يا ترى أثر الضغط بيكلم على إيه؟ على الغاز ولا الصلب ولا السائل أثر الضغط على التفاعلات الغازية اللي هنا بتغير الحجم وحطي في دماغي كده إن لو الحجم زاد الحجم زاد يبقى الضغط إيه؟ أل لو الحجم أل يبقى الضغط إيه؟ زاد لو أنت حاولت تأثر بالضغط على حجم مادة والحجم ده ما تغيرش يبقى الضغط ما يأثرش لأنا بقولها بمثال سغير قوي لو أنا معي قطعة سفنجة سفنجة هدوس عليه هدغط عليه سفنجة مش غاز يا أستاذ أنا عارف السفنجة بضغط عليها زودت الضغط إيه اللي حصل للحجم جوه؟ بدأ يقل تم تقلل الضغط الحجم بدأ إيه؟ بدأ يزيد خد هتة زلطة قطعة من حديد ودوس عليه ما غيرتش حجمها يبقى الضغط هنا ما إيه؟ ما أثرش يبقى لو الحجم ما تغيرش الضغط ما يأثرش جميل جداً طب نعرف الكلام ده إزاي؟ تعالوا نشوفه بالمعادلات مع أستاذنا الفاضي اللي هيوضحهنا هاخد مثال اللي هو تكوين غاز الإيه؟ غاز النشادر من العناصر الأولى بتاعتنا تمام بفاعل النيتروجين مع الهايدروجين H2 تفاعل انعكاسي هيديني 2NHA NH3 هفكر الطالب بالإيه؟ بحجوم الغازات إحنا كنا بنقول الحجم الغاز بيساوي عدد المولات فيه 22.4 من إيه؟ من 10 فأنا عندي النيتروجين هنا فيه واحد حجم واحد حجم يعني 22.4 لتر وهنا الهايدروجين عندي 3 حجم اللي هو كان 67.2 لتر وغاز النشادر عندي منه 2 حجم اللي هو كان 44.8 لتر لو أنا بصيت لحجوم المواد المتفاعلة وبصيت لحجوم المواد الناتجة من التفاعل هلاقي إيه؟ إن حجوم المتفاعلات أكبر من حجوم الإيه؟ النواة الضغط بيأثر إزاي بقى؟ زيادة الضغط على تفاعل كيميائي غازي متزن يجعل التفاعل ينشط في الاتجاه الأقل حجما يجعل التفاعل ينشط في اتجاه إيه؟ أقل حجما يبقى أنا لو جيت على تفاعل تكوين غاز النشادر وعملت ضغط التفاعل هينشط فيه اتجاه تكوين غاز النشاط لو قللت الضغط التفاعل هينشط في الاتجاه الايه العكسي طب لو حجوم المتفاعلات تساوي حجوم النواتج يبقى الضغط ليس له تأثير لان زي ما حدك قلت من شوية كده الضغط ما غير ليش حجم طبعا ما ما غيرش حجم يبقى ليس له تأثير طب اعرف منين ان الضغط ليس له ايه له تأثير عندي مثلا النيتروجين هيتفاعل مع الاكسوجين عشان يديني ثاني اكسيد النيتروجين ثاني اكسيد الايه النيتروجين خلاص كده هنا عندي ثلاثة مول هنا عندي كم مول ثلاثة مول وهنا عندي ثلاثة مول يبقى الحجم قل يبقى الضغط ليس له تأثير طب لو متساوي يبقى الضغط ليس له ايه ليس له تأثير ممكن ناخد النيتروجين مع الاكسوجين بيكون اكسيد نيتريك يبقى انا برضو عندي النيتروجين هادي الـ N2 زائد الـ O2 هادينا 2NO هنا عندي 1 مول و 1 مول يبقى أنا عندي ايه 2 حج اللي هو 2 مول وهنا 2 مول برضو هادينا ايه 2 حج يبقى حجوم المتفاعلات تساوي حجوم النواتج يبقى الضغط ليس له ايه تأثير يبقى الضغط لما بيؤثر عشان يبقى متفقين بيؤثر على تفاعل كيميائي انعكاسي غازي متزم الله نور علي التفاعل كيميائي التفاعل كيميائي انعكاسي غازي متزم لازم يكون متزم لازم يكون في حالة ايه اتزام لو حجوم المتفاعلات اكبر من حجوم النواتج يبقى الضغط لما تزوده هيمشي في الاتجاه الاقل ايه حجم ماشي كده لو المتفاعلات والنواتج قد بعض يبقى أنا عندي ايه يبقى أنا عندي لو المتفاعلات والنواتج قد بعض يبقى الضغط ليس له ايه ليس له تأثير يبقى دلوقتي أثر الضغط على الغازات طبعا لو الحجوم أنا بقيس حجوم المواد اللي دخلها في التفاعل وحجوم المواد الناتجة من التفاعل إذا تساوت الحجوم ويبقى في حالة دي الضغط هنا ما بيأثرش لو الحجم بدأ يقل يبقى الضغط زاد أو العكس هنوزين نشوف سؤال كده ونعرف منه قاعدة لوشت ليه بتأثر إزاي أولا قاعدة لوشت ليه بتقول لي إيه إذا أثر مؤثر خارجي إذا أثر مؤثر خارجي زي إيه زي الضغط زي الحرارة زي التركيز بحظوا معي أنا محدد ثلاثة بس ضغط وحرارة وتركيز إذا أثر مؤثر خارجي مثل الضغط أو الحرارة أو التركيز على نظام متازن على تفاعل متازن قبل ما أكمل وقبل ما أقول قاعدة لوشت ليه أنا عندي دلوقتي بقول ما هي العوامل التي قد تؤثر على التفاعل المتازن ثلاثة اللي هما ميم بغط حرارة تركيز طب إيه هي العوامل اللي بتأثر على معدل التفاعل لا يا أستاذ دول إيه بغط وحرارة وتركيز وضوء وعمل حفاظ وطبيعة مواد إيه متفاعلة لكن لو التفاعل ده متازن يبقى بيأثر معنا ثلاثة يعني العمل الحفاظ بيأثر على التفاعل المتازن ما بيأثرش على التفاعل الإيه المتازن لكن بيغير معدل إيه يا جماعة بغير معدل التفاعل أرجع تاني بالراحة وقول قاعدة لوشة ليه بتقول لي إيه إذا أثر مؤثر خارجي على نظام في حالة اتزام مثل الضغط أو الحرارة أو التركيز فإن هذا التفاعل أو هذا النظام ينشط في الاتجاه اللي بيقلل أو يلغي هذا المؤثر دي تعريف أو النص لقاعدة إيه لوشة ليه هنشوفها في السؤال كده وليكن سؤال تحضير غاز برضو إيه النشادر أو في مسألة كده في كتاب المدرسة بتاعة الهيدروجين وأول أكسيد الكربون خلينا تكوين النشادر في الأول ماشي وكي ونسأل كده أربع أسئلة علي نيتروجين مع تلاتة هيدروجين كون معانا إيه 2NH3 ودلتا H للتفاعل ده إشارتها إشارة تفاعل طارد ده تفاعل ماصر الحرارة ده تفاعل طارد الحرارة هو الأول بيمتص ومية حرارة بعدين يوتر الحرارة دلتا H إشارتها إشارة إيه سالبة يبقى نيتروجين مول واحد من نيتروجين زي التلاتة مول من الهيدروجين كون 2 مول من إنشادر ودلتا H إشارتها سالبة ممكن التفاعل ده يجيلي في الامتحام ويطلب مني وضح تأثير كل من رقم واحد التركيز طب التركيز على إيه هناخد على النشادر أو النيتروجين ولا الهيدروجين رقم واحد التركيز على التفاعل ككل 2 الحرارة أثر الحرارة رقم 3 أثر الضغط 4 أثر العامل الحفاث هنشوف أثر 4 عوامل دول مع التفاعل على المعادلة اللي موجودة معنا اللي هي نيتروجين مع 3 هيدروجين كون 2 نشد نمسك أول حاجة التركيز كويس هو مش محدد التركيز مين ماشي كده لو أنا قلت تركيز غاز إيه غاز النيتروجين هنصبت بس الورقة ما عليش تمام لو أصر إحنا بنقول زيادة التركيز في أحد طرفي المعادلة يجعل التفاعل ينشط في الاتجاه الإيه الآخر ماشي كده طيب أنا لو جيه ببسيط لو جيه قال لي قل لي أصر زيادة تركيز غاز النيتروجين كويس يبقى أنا لما زود تركيز غاز النيتروجين احنا كده بنشرح التركيز بصفة عامة على المعادلة كلها اه لو أنا زودت تركيز النيتروجين يبقى أنا بزود في المتفاعلات كويس يبقى التفاعل هينشط في الاتجاه الإيه الطردي عشان يزود في النواتج لكي يظل السابت سابت تمام لسابت الاتزال احنا المتزلين ماشي كده طب لو زودت تركيز الهيدروجين برضو اتفاعله ينشط في الاتجاه الإيه الطردي طيب طيب لو زودت تركيز النشادر لو زودت تركيز النشادر اتفاعله ينشط في الاتجاه الإيه العكسي طيب ممكن نسأل ونحدد سؤال محدد هنا ما أثر زيادة تركيز النيتروجين على كمية تكوين الإيه النشادر يبقى أنا بزود تركيز مين النيتروجين في المواد المتفاعلة لما بزود تركيز المواد المتفاعلة هيزيد تركيز المواد النادل يبقى بيزداد تكوين غاز النشاط كويس اصل ايه بعد كده اتفاقنا ان طالما قيمة دلتا اتش سالبة يبقى احنا بنكتب كلمة هيت مع المتفاعلات وقلت للطالب مئة مرة كده امسك القلم كده وهنرفع درجة الحرارة الموجودة ناحية ال ايه النواتي ماشي كده هرفع درجة الحرارة تفاعل كله هيمشي في الاتجاه الايه العكسي طب لو عملت خفض لدرجة الحرارة تفاعل كله هيمشي للاتجاه الايه الطارب طب هو قال لي حرارة وسكت ما قال ليش رفع ولا خفض هكتب الاتنين طب لو قال لي ما اثر زيادة الحرارة على كمية غاز النشادر انا ازود الحرارة هنا يبقى ايه بيحصل لغاز النشادر هرفع درجة الايه الحرارة يبقى التفاعل كله هيمشي في الاتجاه العكسي وتركيز النشادر هيئلي. تركيز النشادر هيئلي لكن يزيد معانه تركيز النيتروجين والهايدروجين. حلو قوي. يبقى دي اصل ايه? الحرارة. رفع درجة الحرارة. لو قال لي التبريد يعني بعكس. يبقى نايمشي بقى. يبقى هيزيد تكوين غاز النشادر. كويس. طيب. اصل الضغط بقى. احنا قلنا عشان توضح اصل الضغط تشوف حجوم المتفاعلات وحجوم النواتي. نظب. فالطالب يقولك حجوم طوالا لسه حسب الحاج بص العدد مولات المتف والنواتي. كويس. اللي عدد مولاته اكبر يبقى حجمه اكبر. واللي عدد مولاته اقل يبقى حجمه اقل. انا عندي هنا واحد مول وتلاتة مول. يبقى انا عندي هنا كام? اربعة مول. وهنا عندي اتنين ايه? مول. طب مين اللي حجمه اكبر? المتفاعلات حجمه اكبر من مين? من النواتي. يبقى انا كل ما بزود ضغط كل ما التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي اتجاه تكوين غاز النشادر. وهبر عمل كده. كويس. عشان يخفض درجة الحرارة بتاع التف حط الحديد والمولبينيوم كعامل حفاز واستخدم معاه ميتين ضغط جو طب هو بيستخدم ميتين ضغط جو ليه رفع الضغط ليه عشان يخلي التفاعل ينشط في الاتجاه الاقل حجما وهو اتجاه تكوين غازل ايه النشاد نيجي عندي مين اصر اضافة عامل حفاز ده سؤال مهم يجي ممكن يقول العيل الليقوله طالب اللي الطالب يعني يقوله علل اللي ما يأتي العامل الحفاز لا يغير موضع الاتزان ده سؤال مهم ليه لان العامل حفاز يزيد من سرعة التفاعل الانعكاسي في الاتجاه التردي والعكسي معا بنفس المعانا بنفس المقدار نفس المقدار يعني بالبلد كده اللي رايح هيبقى قد لle ايه قد للي جاي فالعامل الحفاز لا يغير موضع الاتزان يعني لو زود سرعة التفاعل في الاتجاه التردي في زمن محدد هيزوده في الاتجاه العكسي في نفس ايه في زمن يبقى اثر اضافة عامل حفاز على تفاعل مت待 لو التفاعل ده متازن وحطيت عامل حفاظ لا يغير من موضع الاتزان لأنه بيغير معدل التفاعل في الاتجاه الطردي بنفس المقدار في الاتجاه العكس طيب عابوزين يتكلم برضه على أثر الضوء عشان يبقى أخذنا العوامل كلها في حلقتنا النهاردة أثر الضوء على التفاعلات المتازنة احنا قلنا من شوية أن في أثر للعمل الحفاظ والعمل الحفاظ هو مادة قليلة تلزم للتفاعل عشان تغير معدل التفاعل والعمل الحفاظ عشان يزود سرعة التفاعل بيصل بطاقة التنشيط للحد الأدنى يعني بيقلل من طاقة التنشيط عشان يزود سرعة التفاعل عامل حفاظ زي أنزيمات عامل حفاظ زي بعض التفاعلات الشهيلة اللي بناخدها في شغلنا زي مثلا صناعة البوليمرات البوليمرات لما نيجي نتكلم عليها في الكيمياء العضوية لازم يكون معايا عوامل حفاظة في التكسير الحراري الحفزي لازم يكون عامل حفاظ العامل حفاظ بيزود لي سرعة التفاعل أو بيقلل على حسب إذا كان العامل حفاظ ده موجب أو سالب يعني بيوصل لحالة الاتزان بسرعة لكن أثر الضوء بتأثر على عاملين أو تفاعلين موجودين معنا في منهجنا اللي هو إيه؟ البناء الضوئي أو أفلام التصوير تعالي نشوف مع بعض كده أثر الضوء على الاتزان الكيمياء إحنا عندنا الضوء لتأثير على تفاعلات البناء الضوئي إحنا عارفين أن النبات الأخضر بيحتوي على مادة الكولوروفيل بيمتص الضوء في وجود ثاني أكسيد الكربون والأملاح والماء والأملاح اللي طالعة من التربة وبيكويل المواد كربوهايدراتية وأكسوجين كل ما شدة الإضاءة تزيد كل ما عاملت البناء الضوئي تزيد أكتر ونمو الأشجر تبقى إيه؟ تبقى عالية يعني ما إحنا لو جينا بصينا لمنطقة خط الاستواء اللي بيتساوي فيها طول الليل مع النهار أنا عندي شدة الإضاءة قوية في المنطقة دي لأن الشمس متعامل على المكان دي طول السنة تمام فالنبات أثناء النار شغال على طول بناء ضوئي بناء ضوئي عشان كده بيلاقي الغطاء النباتي إيه؟ كعيلة كسيفة وكل ما ببعد عن خط الاستواء الميل بتاعي الزوئي بيبقى فيه زوية ميل لضوء الشمس فشدة الإضاءة بتقل فالغطاء النباتي كمان بيقل لحد لما نصل إلى المنطقة التصح يعني مهم جدا الضوء لعملية البناء دي الضوئي وما بيتمش ده اسمها عملية بناء ضوئي بناء ضوئي يبقى لازم يتوفر الضوء لعملية البناء دي الضوئي برضو أفلام التصوير لأنني لو الكاميرا هصور فيها في الظلام لازم فلاش نعم فيه كاميرات حديثة وشغل حديث في التصوير لكن لابد من توفر الضوء أو الأمواج الأساسية لعملية التصوير المختلفة لأن احنا عارفين أن أفلام التصوير بتتكون مادة إيه أستاذنا؟ ده عبارة عن بوليمر من الإيسيلين جيلايكل بوليمر للإيسيلين إيه؟ بولي إيسيلين جيلايكل عبارة عن مادة بلاستيكية عليها جيلايكلات أو مادة إيه؟ جيلاتينية المادة الجيلاتينية اللي هي البنية الغمأة دي بتبقى مشبعة ببروميد الفضل ببروميد الفضل شدة الإضاءة لما تكون داخل الكاميرا من الجسم يعني هو الضوء اللي التصوير بتنزل إزاي؟ ضوء الشمس أو الإضاءة بتنزل على الشخص وتنعكس منه على الكاميرا الضوء المنعكس ده لما يكون قوي معدل ترسيب الفضة بيزيد فالصورة تبقى واضحة لأن بيحصل عملية إيه؟ اختزال هو اللي بيحصل إيه؟ إن الفضة بيسترد الإلكتروب بتاعه فبتحصل للفضة عملية إيه؟ اختزال بيستردها من مين؟ من البروم قادي آيونات الفضة اللي هو الـ AG موجب هيكتسب إلكترون يبقى ديه عملية اختزال عشان يديني زرات الفضة المتعددة كل ما شدة الإضاءة تزيد كل ما ترسيب الفضة تزيد صورة تبقى واضحة شدة الإضاءة إل ترسيب الفضة إل يبقى أنا عندي كمان الصورة تبقى إيه؟ مش واضحة حلو قوي يبقى أثر الضوء دلوقتي على أفلام التصوير إننا كل ما بزود شدة الإضاءة زي المعادلة مواضحة قدامنا بيزيد إيه ترسيب الفضة فده بيزود إيه من وضوح الصورة أكتر وأكتر لو ما بتقل شدة الإضاءة بيقل نسبة إيه الفضة المترسبة كده احنا اتكلمنا مع بعض على العوامل الستة اللي بتأثر على معدل التفاعل في النص تكلمنا على قاعدة مهمة جدا جدا أو أعتنساها أحفظها كويس من النهاردة رجحها كتير قاعدة لوشاتليه عليها أمثلة كتير جدا اتضرب عليها من كتاب المدرسة ومن دليل التقويم إحنا عندنا مجموعة أسئلة جميلة على قاعدة لوشاتليه أو أعتنساها بتقول إيه يا أستاذنا؟ إذا حدث تغير في أحد العوامل المؤثرة على نظام متزن أو تفاعل كيميائي متزن فإن التفاعل ينشط في الاتجاه الذي يقلل أو يلغي فعل هذا المؤثرة دي قاعدة اسمها قاعدة قاعدة لوشاتليه يبقى العوامل اللي بتأثر هنا كمان على تفاعل متزن اللي هم الضغط والحرارة والتركيز لكن العوامل اللي بتأثر على معدل التفاعل قلنا إيه أو الحاجة طبيعة المواد المتفاعلة التركيز ثم إيه كمان الضغط والحرارة والعامل الحفاظ والضوء ما تنسيش الثلاث علماء اللي قلناهم النهاردة جولد بيرج وفاج لقانون فعل الكتلة لوشاتليه للقاعدة الشهيرة اللي بقى مذكورة باسمه قاعدة إيه لوشاتليه اللي هي بتأثر العوامل المتزنة على التفاعل الإيه المتزن يا رب كده يبقى لنا حلقات تانية جاية بإذن الله لو لنا عمر إن شاء الله ونوضح فيه الأثر بتاعها يعني النهاردة كده أستي سامي متعنا بإيه باسلوبه الجميل يعني نقولي العوامل تانية أستي سامي إحنا كده خدناها كده إيه يعني تشكي كده من الأول لحد الآخر اتكلمنا عن التفاعل التام أيوة اتكلمنا عن التفاعل الإنعكاسي واتكلمنا عن معدل التفاعل الكيميائي وعملنا مقارنة بيانية بين التفاعل التام والتفاعل الإنعكاسي وكانت العلاقة بين التركيز والزمن لو جاب لي مقارنة في الامتحان وقال لي قامت بين التفاعل التام وغير التام طبعا لازم أرسم المنحنة البيانية قدام حتى لو ما طلبوهش يبقى أنا بعرف تفاعل التام وتفاعل غير التام بدي أمثلة وفي نفس الوقت بوضح ده تفاعل التام ليه وده تفاعل غير التام ليه بوضح إيه بيطلع غاز ولا بيكون راسب هل الإناء مغلق ولا الإناء مفتوح أوضح كمان الرسم البياني ما بين التركيز والزمن وبعد كده إحنا بنقول أن معدلات التفاعلات الكيميائية من حيث السرعة فيه تفاعل لحظي سريع زي تفاعل المركبات الآيونية مع بعضها وفيه تفاعل بطيء نسبيا زي تفاعل صناعة الصابون من الزيت بيتفاعل مع هيدروكسيد السوديوم بيدينا صابون وجليسرول وفيه تفاعلات بطيئة جدا زي صدق الحديد بتاخد شهور ممكن تاخد سنين اللي هي التفاعلات البطيئة جدا بعد كده خدنا العوامل المؤثرة على التفاعل الكيميائي المتزم أنا دايما أميال أن أرتبهم بطريقة تانية أنا أخذ طبيعة المواد المتفاعلة والعامل الحفاظ والضوء جميل وأخذ بعد منهم التركيز والضغط ودرجة الحرارة عشان أخذ التلاتة دول وأرتبهم مع قاعدة إيه؟ قاعدة إيه؟ إن شاء الله في حلقات جاية برضو هنوضح أثر إيه؟ الكي بي ما قلناش النهاردة نوضح إن شاء الله في الحلقة اللي جاية بإذن الله اللي هو حساب ثابت الاتزال للضغط الجزائي بيليها إيه؟ معادلات وليها إيه؟ مسائل عندنا وبرضو جات مسألة قبل كده في الامتحان وبيقول للطالب إيه؟ وضح رأيك في قيمة الكي بي أو الكي سي نفس اللي قلنع على الكي سي النهاردة إن لو زادت الكي سي عن الواحد بيصير التفاعل في الاتجاه الإيه؟ ويمشأ في الاتجاه الفكرة أو الاتجاه الإيه؟ العكس نفس الفكرة لأننا أنا عند المحاليل بأعبر عنها بتركيزات طب لو التفاعلات بتاعت غازية بأعبر عنها بالضغوط يعني بدأ ما بقول كي سي لو كي سي سي كونسنتريشن يعني تمام بدأ بقول عليه كي بي ليل بريجر بدأ ما بقول تركيز النواتي بقول ضغوط النواتي بدأ ما بقول تركيز المتفاعلات بقول ضغوط الإيه؟ المتفاعلات فاللي فهم التركيز هيبقى فيهم عند الإيه؟ الضغوط الله إحنا كلنا استفدنا من علمك ربنا زيدك أستاذنا يا رب كده بالتوفيق لجميع الطلبة بتاعتنا وإن شاء الله إيه منتظرين أسئلاتكم معنا وعاوزين شغل السنة دي من أولها كده جد كده وبالتوفيق وإن شاء الله نشوفكم على خير في حلقات جاية بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم والسلام